الشيء الأساسي اللي خلاني أختار آلة الناي أول شيء لأنها آلة نادرة خصوصاً في مجتمعنا ثاني شيء آلة الناي فيها غموب ولما قريت عن آلة الناي حبيت أكتشف هذا الغموب الغموب يعني شو موضوع هاي الآلة اللي منقصب السكر ولها تاريخ جداً كبير طبعاً بعد ما قريت للناي اكتشفت أن الناي أول آلة موسيقية عرفتها البشرية عمرها أكثر من خمسة آلاف سنة وللدليل على هذا لقنايات في قبور الفراعنة في مصر فالناي آلة جداً قديمة والآلة الموسيقية الوحيدة للإنسان ما ضاف لها أي شيء يعني هذا شكل آلة الناي هو نفسها كان موجود قبل ثلاثة آلاف واربعة آلاف سنة ما اختلفت هي نفسها أي شيء إنه قصب سكر الإنسان قطعها من الأرض ونظفها وفتح فيها ثقوب بقياسات معينة عشان تعطي السلم الشرقي للموسيقى العربية مقامات الشرقية فهذه الأشياء اللي خلتني ألجأ لآلة الناي يبغي يكتشف شو هذا الغموض